اول حاجة احنا عدنا في المرحلة الصعبة الدواء النهاردة فيه ضخ للدواء موجود بقالنا شهرين الناس هتلمس هذا وفعلا بتلمس هذا المشكلة كانت الاكبر كانت واضحة قوة في الانسولين الانسولين احنا عندنا نوعين من الانسولين الانسولين المصري وده قطاع مصنع الانسولين المصري بيغطي قطاع الحكومة والحمد لله ما حصلش اي نقص فيه في السوق المحلي الناس معتمد على الانسولين المستورد المستورد كان فيه مشكلة في المصدع الاوروبي اصلا هو اللي كان فيه مشكلة بدأت ضخ من اغسطس والنهاردة فوق المليون ونص حقنا تمض خارف في السوق فهو موجود الانسولين انا مش عايز الناس تتكلب وتخزن التخزين حاجة مش جيدة خد جرعتك النهاردة والاسبوع الجاي هتلاقي الجرعة التانية اي حد مش لقيت دواء بتاعه عنده رقمين الرقم الاولاني 166-82 166-82 ده رقم صيدليات الاسعاف بالتابعة للدولة من مكانك دي صيدليات الاسعاف دي موجودة في 13 فرعي ليها على مستوى الجمهورية بدل ماجي من الصعيد لحد الاسعاف في وسط القاهرة انا النهاردة عندي اسعاف في قصيوت اه اكلم دواء بتاعي اللي هنا هو اللي موجود في القاهرة وبالتالي من مكانك تقدر تحدد رقم التاني والمهم هو رقم هيئة الدواء 15-301 15-301 اي حد جوا مصري يتصل عليهم هيقولوله اقرب صيدلية لبيته ايه فيها الدواء بتاعه وهيلاقي لان هيئة الدواء شايفة منظومة الدواء من اول ما بينتج لحد ما اوصل للصيدالي وعارفة فين فهتحدد الصيدالي لو مواطن ما نقاش الدواء بتاعه في الصيدالي اتصل بهيئة الدواء لو من روحة الصيدالي الفرنانية ما لقتش هيئة الدواء هينزلوله تفتيش ويشوفه هل جاله ولا ما جالوش ولو ما جالوش بيرجع للموزع ليه ما ادلوش لان فيه حصة متساوية لكل الناس فالدواء موجود الناس سيقدر تاخدوا ارقام هيئة الدواء موجودة تقدر تسهل عليها الوصول لها موسيقى